اهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل من أكثر المسائل التي أثير حولها الكثير من اللغط والجدل بعد ثورات الربيع العربي مسألة تحكيم الشريعة الإسلامية بين جاعل الثمر الأهم للثورات هي تطبيق الشريعة الإسلامية وبين داع إلى حكم ديمقراطي يراعي الشريعة الإسلامية وبين رافض لإدخال الدين في ميدان السياسة أصلاً فماذا نقصد بتطبيق الشريعة؟ من المسؤول عن تطبيق الشريعة؟ هل كانت الشريعة معطلة حتى نطالب بتطبيقها؟ هل المراد بتطبيق الشريعة الجانب الجنائي فقط؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد كريم بكار في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل مرحب بكم فضيل دكتور سهلاً حياكم الله أعزكم الله دكتور دكتور متى بدأ الجدل حول مسألة تطبيق الشريعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الأمة على مدار التاريخ كان قضية تطبيق الشريعة عندها شيء بدهي أن حكام حكام منا ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فطبيعي جداً أنه يكون تطبيق الشريعة يعني ليس ليس موضعاً للتساؤل لم يكن موضعاً للتساؤل وهل كانت مطبقة أو غير مطبقة ما كان في ذلك الوعي بمفردات التطبيق أنه هذا الحاكم يفعل كذا ما في وعي عام في وعي خاص وعي عام لا يوجد بدايات القرن التاسع عشر ودخول الاستعمار إلى العالم العربي والعالم الإسلامي طبعاً الاستعمار جاء معه بأفكاره وجاء معه بمبادئه وعطل أشياء كثيرة ووضع قوانين عوضاً عما كان في المحاكم الشرعية من وقتها بدأ الجدل حول هذا الموضوع وصار في انقسام صار فيه تيار يساري فيه تيار الليبرالي وفيه التيار العام اللي هو التيار الشعبي اللي هو متمسك بهذا الموضوع وهو عنده شيء مهم للغاية فإذا الجدل الحقيقة مضى عليه الآن قرنان وقليل أيضاً من السنوات أما قبلها لم يكن هناك جديد قرنان يعني زمن الاثمانين كموجودة أما قرنان يعني أخبره شيء آخر سيء هو المتاجرة بالموضوع المناورة والمتاجرة بتطبيق الشريعة أنتم إذا انتخبتموني فأنا سأطبق الشريعة ولا يقول ما الذي سيطبقه من الشريعة فصار فيه مجال للمساومة والمتاجرة والمناورة يعني صار للتداول للتداول بين المتنافسين السياسيين صار هذا مثل القضية الفلسطينية تماماً نوع من الاستغلال لمشاعر المسلمين في هذا الموضوع هل كانت الشريعة معطلة قبلها؟ لو عرفنا الشريعة لعرفنا الجواب أفواً الشريعة هي الدين كله الشريعة هي الدين كله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قالوا الشريعة هي الدين فيه عقائد وفيه أخلاق وفيه معاملات وفيه أحكام وفيه عبادات فهل مرة يوم على المسلمين أعرضوا جميعاً عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن بر الوالدين أو صار لديهم شبهات حول وجود الخالق سبحانه أو اليوم الآخر هذا لم يمر وبالتالي فعلاً الشريعة لم تعطل في يوم من العيام بشكل كامل ودعني أقول ما طبقت بشكل كامل أيضاً إلا بشكل نسبي ممتاز تقريباً في عهد الخلفاء الراشدين بشكل نسبي ممتاز لكن بعدهم لما صار الحكم ملكاً عدوداً في شيء مهم جداً في الشريعة ما يطبق ليهو الشورى وعمرهم شورى بينهم فإذا المدة معظم التاريخ الإسلامي لم تكن فيه الشريعة مطبقة بشكل كامل ولم تعطل أيضاً بشكل كامل لا هذا ولا ذاك ولذلك الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة المفروض أول القوانين بشكل عامل ثم خفضنا إلى مستوى قانون العقوبات فصارت المناورات أنه فلان يطبق الشريعة لأنه يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد شارب الخمر فصار هذا هو الفهم أنه هذه هي الشريعة مع أن الشريعة هي أوسع من هذا بكثير يعني أن يعطي الناس حريته ماذا من الشريعة أن يعدل بين الناس هذا من الشريعة أن لا يولي أقرباءه ويستغل السلطة أن يفصل بين المال الخاص والمال العام أن يعطي للقضاء حريته حتى يصبح نزيهاً ولا يستغل من قبل القوى الغاشمة الموجودة في المجتمع بر الوالدين الأمر بالمعروف كل هذه من الشريعة وهذه تعطل جزئياً لدى بعض الناس وتطبق جزئياً لدى آخرين وبالتالي أن نقول والله نحن فلان سيطبق الشريعة في نقطة مهمة هنا الحكومة الإسلامية مو هي التي تطبق الشريعة على الناس فعلاً هناك سؤال دائماً يسأل من المسؤول عن تطبيق الشريعة تمام لما منقول الشريعة هي الدين فتسعون في المئة من الشريعة مسؤول عنه الناس الناس هم الذين يطبقون الشريعة وليست الحكومة يعني الحكومة بتطبق الشريعة في مجال المناهج في مجال التوظيف أنها توظف الأكفاء في مجال المحاكم أن المحاكم تحكم بالشريعة لكن هذا جزء ما بيشكل من الشريعة أكثر من عشرة في المئة أما قضية إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة والحج وبر الوالدي والأمر المعروف والنهيئة المنكر أشياء كثيرة مئات المفردات هذه الحقيقة المسؤول عنها هم الناس الآن 30% من المسلمين يعيشون كأقليات في العالم هؤلاء ماذا يطبقون من الشريعة يطبقون معظم الشريعة لأن الحكم ليس بأيدهم ولا يستطيعون هم يأمل انقلاب عسكري في فرانسا أو إلا في بريطانيا فهم يطبقون الشريعة وذممهم بريئة عند الله سبحانه وتعالى لأن الشيء الذي يفعلونه يفعلونه هم يفعلونه وبالتالي الحكومة مسؤولة جزئيا عن تطبيق الشريعة ولذلك نريد نحن أن نخرج هذا الموضوع من المساومات ولكن ما الفائدة إذا حكومة تطبق الشريعة على الناس وهي لا تلتزم بها يعني هو يقول لك عندنا ما في ربا وفلوس الدولة كلها موجودة في البنوك الأوروبي هناك في الربا وباسم هذا الحاكم وليس باسم الدولة تمام لما منقول والله نحن نطبق الشريعة لكن قصورهم مليئة بالخمور وهني بيمنعوه على الناس لما منقول والله نحن نطبق الشريعة وهو يعطي الحكم لأقربائه ويوظفهم مع أنهم ليسوا بأكفاء نطبق الشريعة وما عنده فصل بين المال والخاص والعام كل المال له إذن الحكومة المسلمة لأن من السهل على أي حاكم أن يطبق الشريعة على الناس ما الذي يضره يعني أنا أريد أن أسأل ما الذي يضر الحاكم إذا جلده الزاني هذا لا يضر شيء هو مهم أن لا يجلد هو أن لا يجلد حاشيته وأبنائه هذا المهم عنده ولذلك المعيار الحقيقي يعني لما بنقول فلان صادق في تطبيق الشريعة يطبقه أولا على نفسه ويعطي القدوة للناس يعني من أين تنبع عظمة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه تنبع عظمتهم لأنهم هم طبقوا الشريعة على أنفسهم يعني سيدنا علي رضي الله عنه هو في قضايا الأموال على قدم سيدنا عمر كان يلبس المرقع وكان من الزهات في الدنيا وعثمان رضي الله عنه بدل ماله وكان نموذج أيضا وقدوة في أشياء كثيرة للمسلمين ومن هنا تنبع العظمة فإذا نحن نريد أن نخرج هذا الموضوع من قضية المساومة والمناورة وكلما يجاء واحد فاسد يضحك على الناس يقولون أنا سأطبق الشريعة وكأن الشريعة غير مطبقة لا الشريعة معظمها أصلا الحاكم ما يستطيع تطبيقها يطبقها الناس ويطبق جزء يطبق جزء منها لكن إذا جاء وقد اغتصب السلطة ما الذي سيطبق في الشريعة لأنني أنا بشبه الذي يأتي ويغتصب السلطة بدون شورى من المسلمين مثل واحد يعتقد أن لي منة عليه وأنا مسافر جاء وفتح بيتي وغير أثاث البيت ووضع أثاث فخم جدا فأسكر الباب أطلع أنا لي حق أن أسأله من الذي سمح لك أن تدخل إلى هذا حتى لو كان حكمه رائع حتى لو كان وقام تنمية وعزل يعني في بيتي أثاث مهتر وجاء بأفضل أثاث ووضع لحق شرعا ودوقا ومنطقا وقانونا أن أقول له كيف دخلت إلى هنا ومن الذي أعطاك المفتاح ومن الذي سمح لك أصلا هذا الأساس هذا الأساس هذا أكبر أساس في النظام الإسلامي أن الذي يحكم الناس هو جاء عن مشورة من الناس ورضا منهم ولم يأتي غاصبا للسلطة هذه قضية الجوهرية جميل سيدي ما هي البدايات والأولويات في مسألة تطبيق الشريعا إن شاء الله أسمع منكم جوابا بعد الفاصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل وقصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نتابع مع فضيل الدكتور عبد كريم بكار حول موضوع تطبيق الشريعة مرحب بكم فضيل الدكتور فضيل الدكتور كنا قبل الفاصل نتساءل ما هي الأولوية في تطبيق الشريعة تمام مدام التطبيق الشريعة هي مسألة حكومية شعبية إذن نحتاج إلى العمل على صعيدين على صعيد الحكومة وعلى صعيد الناس لو أخذنا الآن الصعيد الأول اللي هو صعيد الناس الأول شيء التربية على عقيدة التوحيد يعني كيف واحد سيخضع للشريعة ويلتزم بها ظاهرا وباطنا في السر وفي العلن وعقيدة التوحيد لديه ضعيفة فإذن البداية أنه نربي نربي الناس يعني على فكرة هذه الأشياء متزامنة الأشياء التي ستأحدث عنها ليست مرحلية يعني لا نؤخر شيء من أجل شيء ولكن نحن نبدأ بعدد من الأمور مع بعضها من جملتها التربية على عقيدة التوحيد جميل على إجلال الله جل وعلا وتعظيمه وإطاعة أمره وعلى أن هذه الدنيا عابرة وأن الدار الآخرة هي الدار الإقامة الحقيقية وعلى أن المسلم يلتزم بقيم الإسلام ومبادئه ويؤثر الآخرين يعني هذه المعاني وأن الله عز وجل يجازي في الدنيا ويجازي في الآخرة يعني الإخبات والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى رب الناس على هذا المعنى حتى يلتزموا بأمر الله ويقوموا بالشريعة أيضا عندنا إلى جانب هذا التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة اللي هي مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة في الحقيقة يمكن أن تكون محورا للتربية الاجتماعية تعزز عقيدة التوحيد وتكون أيضا هي تطبيق لتعاليم الشريعة يعني لما قلنا حفظ الدين والنفس والمال والأرض والأقل المسلم ليس مطالبا فقط بأن يكون متدينا ولكن مطالب أيضا بأن يحرص على تدين المسلمين يعني يساعدهم يعمرهم بالمعروف يناهم عن المنكر لا يفتنهم في دينهم لا يكون مثار شبه لهم ينصحهم نعم حفظ النفس المسلم مطالب بحفظ نفسه وعقله ومطالب بحفظ نفوس المسلمين يعني لا يضعهم في مواقع تؤدي بهم إلى التهلكة لا يتاجر بالمخدرات لا يتاجر بالدخان لأنه يضر بالجسد لا ينشر الكذب لأن الكذب يضر بالعقل لا يتاجر بالخمر لأنه أيضا هذا يؤدي إلى فإذن نفس الشيء العرض المسلم يحافظ على عرضه ويحافظ أيضا على أعراض المسلمين فلا يكون سببا لفتنة المسلمات وفتنة المسلمين وهكذا إذن في عندنا أول شيء التربية على عقيدة التوحيد في عندنا أيضا المبادئ الخمسة هذه الكليات الخمسة مقاصة الشريعة أن تصبح هي أيضا محاور محاور للتربية الاجتماعية في عندنا شيء مهم جدا هو قضية الجهل وأنا دائما أقول علتان فتكتاب المسلمين على مدار التاريخ الاستبداد في مجال الحكم والجهل على مستوى الناس في معظم فترات التاريخ الإسلامي معظمها وفي معظم البلدان الإسلامية كان الأميون أكثر من المتعلمين في معظم فترات التاريخ فهذا الإنسان الجاهل بالشريعة كيف يخضع للشريعة ويخضع للدين وهو لا يعرف شيئا من حكامها وبالتالي معالجة مشكلة الجهل ومشكلة الأمية في المجتمع الإسلامي هي أيضا من مقدمات ومن أولويات تطبيق الشريعة عندنا بعد ذلك خلينا نقول التأسيس الدستوري يعني نحن يعني هذه الخطوة الأولى السياسية أو الإجرائية هذه الإجرائية اللي بدنا نأخذها على صعيد الحكومات صعيد الحكومات وللناس علاقة بها أيضا نحن في حاجة الحقيقة أول شيء على المستوى الثقافي نحن بحاجة إلى حلف كحلف الفضول نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعيت لما كنت في الجاهلية إلى داري عبد الله بجدعان وحضرت حلفا لو دعيت أو أمرا لو دعيت لمثله لأجب يعني واحد غريب عن أهل مكة جاء وظلم كما يذكرون ظلم من قبل أحد سادات مكة أخذ ماله فصار يشكو فاجتمع فاجتمع زعماء مكة في الجاهلية وقالوا لننصرن المظلوم ولنأخذن على يد الظالم ما بل بحر صوفه يعني ما دام البحر قادرا على أن يبل قصعة صوف نحن متعاهدون على هذا دائما يعني دائما والنبي عليه الصلاة والسلام زكى هذا الحلف وقال لو لو دعيت لمثله لأجبت يعني الآن لو قالوا تعالوا نعمل حلف ثقافي أخلاقي سياسي لأجبت ولما هاجر إلى المدينة فعل هذا في صحيفة المدينة عمل حلف الحقيقة سياسي أخلاقي اجتماعي لسكان المدينة بقطع النظر بقطع النظر عن دياناتهم كما هو معروف يعني عقد ودستور بين الحاكم والمحكم دستور داخلي ينظم العمل بين الأديان والقبائل الموجود في المدينة نعم فنحن الحقيقة بحاجة إلى حلف فضول حلف فضول ثقافي يعني نعلي فيه من مسألة الشورى نعلي فيه من مسألة العدل من مسألة الحرية من مسألة حقوق الإنسان كرامة الإنسان البر العمل الخيري نشر الخير نشر المعروف محاصرة الشرور حفظ الآداب العامة في المجتمع مساعدة الضعيف أن نقول الحق ولو على أنفسنا أن لا نكذب ونغش ونزور يعني حلف فضول ثقافي يدخل فيه كل المجتمع وهذه من مسؤولية المفكرين ومسؤولية المثقفين يبلورون هذه القيام التي يجب أن نتحالف عليها ويجب أن نمضيها فيها لكن كيف نبدأ يعني البدايات من أين تكون أو الشيخ اللي يقول الأهم أنا لا أعتبر أننا نستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل إلا يكون لدينا حكم إسلامي طب كيف يبدأ الحكم الإسلامي يبدأ بأن يختار الناس حاكمهم كيف سيختارون الحاكم بدون يختاروا يكون في دستور معناها يعني حكم بدون دستور لا يستقيم يجب أن يكون هناك لجنة دستورية يكون هناك دستور يصوت عليه الناس وأول لا يمكن أن نطبق الشريعة على الناس في ظل الاستبداد وفي ظل الظلم لذلك أنا في كتابي أساسيات نظام الحكم في الإسلام قلت الحرية أولا لأنه لا قول لمكره واحد مكره يكره على طلاق يكره على بيع يكره على استفتاء هذا عمله غير وأخذ عليه شرعا ولا يعتبر شرعا صحيح وبالتالي تحالف يعني يكون هناك دستور يكون هناك شورى هناك حكومة منتخبة حينئذ نستطيع أن نطالبها بتطبيق الشريعة على نفسها أولا وتطبيقها على الناس لكن حكم يقتصب إرادة الناس ولا يستشير الناس كيف سيطبق الشريعة كيف سيكون لدينا حكم صالح ونحن لا نستطيع محاسبة هذا الحكم لا نستطيع عزله لا نستطيع تبديله لا نستطيع سحب الثقة منه لا نستطيع مساءلته القاضي لا يستطيع يعني خذ التاريخ الإسلامي بطوله وعرضه كم واليا من الولاة ومحافظة من المحافظين ووزيرا من الوزراء وأميرا من الأمراء وسلطانا من السلاطين كم واحد سجن لأنه فشل في الحكم أو لأنه أخذ المال وبدده أو لأنه أسرف أو لأنه قتل النظام تحول إلى نظام وراثي كم واحد كم واحد أين هم الناس سيدي في عصرنا هذا الآن لو أردنا أن نطبق الشريعة في ظل الأحكام الديمقراطية والأنظمة الديمقراطية بين قسين الآن الشعب كلها متشوفة نحو أنظمة ديمقراطية تحترم إرادتها فتطبيق الشريعة في ظل هذه الأنظمة كيف يكون؟ سيدي أنت أن تقيم نظاما يستشار فيه الناس ولا يغصب فيه الناس على شيء هو هذا بداية تطبيق الشريعة نعم وبعد ذلك التغيير تغيير الواقع الاجتماعي يتم بالأدوات النائمة يتم بالدعوة يتم بالتربية يتم بالتعليم يتم بالإحسان بالنقاش بالقدوة الحسنة بالإعلام تغيير المجتمع وهدايته نحو الطريق القوي أما الدولة فهي ملزمة بما يتوافق عليه الناس في الدستور يعني قد يخرج دستور كما أقول دائما دستور لا يعجبنا موقفنا من دستور لا يعجبنا لأنه ما في نص على قضية الشريعة أو على أنه لا يكون دين الدولة إلا الإسلام يعني هل مع نهاية إذا جاء توافق الناس على دستور أنا لا يعجبني ماذا أعمل أنا أقبل بهذا الدستور بمعنى أتعامل معه على أنه هذه إرادة الأغلبية ولكن لا أرضى به ما معنى لا أرضى به يعني أنا سأحشد الأصوات والرأي العام في المستقبل لتغيير المواد التي لا تعجبني في هذا الدستور وأعتقد أن الله جل وعلا بلطفه بعباده لا يكلفنا بأكثر من هذا لا يكلف الله عباده أنه يحملون السيوف ويطلقون المدافع ويستخدمون الطائرات حتى يقولوا بتغير هذه المادة في الدستور لأن هذه الدستور ما تتغير بهذه الطريقة الدستور هو خلاصة توافقات الناس هذه التوافقات إذا كان الناس توافقوا على منكر فعلينا أن نغير هذا التوافق لكن لا يغير هذا بالدبابة ولا يغير بالقتل ولا يغير بالجل هذا يغير بتغيير القناعات لو اختار الناس أحكاما غير إسلامية أو مضادة للإسلام ما هو العمل في لقيقة واحدة نقبل ولا نرضى نفس المبدأ مهما اختار الناس في الدستور ووضعوا أشياء لا نرضاها نقبل بها ونتعامل معها على أنها إرادة الأغلبية ولكن لا نرضى بها يعني لو نراحوا الناس أقروا الدكتاتوري مثلا أنا لا يعجبني أن يقر الناس الدكتاتورية أو أن يقروا توريث الحكم مثلا أنا لا يعجبوني هذا لكن الناس أقروا سأعمل على تغييري لأنه هذا اختيار خاطئ أعمل بالأساليب السلمية بحشد الرأي العام بتغيير القناعات مع الأيام يعود الناس إلى رشدهم جميل أشكركم فضيل الدكتور أتاحت هذه الفرصة أياكم الله يا أهلا وسلم وأنتم أعزائي المشاهدين أشكروا لكم حسن متابعتكم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة